ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر منحاني فرصتها تمتيلها في مجموعة من المؤسسة الدستورية نائب برلماني في البرلمان منتخب مجلس الريباط رئيس الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية عضو في المجلس العلالة الترابية وتكوين المحط العلمي عضو في المكتب السياسي ومجموعة من المسؤوليات التنظيمية أو تمتيلها للحزب في مجموعة من المؤسسة وفي هذا 11 سنة تم كذلك الاحتكاك مع الجانب التنظيمي والمنتخابين ووسائل الإعلام والطرف على الحزب لمحطات كثيرة إذن اليوم أعتقد بأنني في مستوى تدبير المرحلة القادمة للحزب الأصالة والمعاصر هذا من ناحية من ناحية أخرى وهذا هو الأهم وفي تقديري كذلك أن الترشح ديلي هو في انسجام مع الدينامية المجتمعية التي يعرفها المغرب والتي يطمحوا فيها المغاربة إلى جيل جديد من الفاعلين الحزبيين جيل جديد اللي فيهم جموعة من المواصفات ومجموعة من الشروط لأن عندنا مشكلة ثقة ثقة في السياسي ثقة في الفاعل الحزبي ثقة في الأحزاب بشكل عام وثقة في المؤسسات المنتخبة إذن المغاربة اليوم يصعب يستحيل أن نقنعهم فقط بالكلام خص قولا وفعلا كيفاش نشوف هذا المغرب دي الغدة وشكون هو هذا الفاعل اللي يمكننا نطيقه فيه ونقوله نصدقه كلا مو وأنه فعلا أرى هذه الشيء هذا أنا في تقديري الترشح ديلي فيه تجاوب مع تطلع عدد واحد الشباب اللي يشكلوا القاعدة الكوبرا دي المغرب وهما المسيرين دي المغرب بشكل عام في المستقبل نقطة أخرى هو أنه عدرت برنامج بشكل مسؤول برنامج كيرفع شعار أولا تخليق تخليق تدبير الشئ العام وتخليق الفئة الحزبي داخل الحزب الأصل والمعاصرة ممكنش نسحموا اليوم أننا تكون عندنا مشاكل من هذا البابون سكتوا عليها ممكنش نقطة ثانية هو الوضوح أن المغرب أخصوم يعرفوا الأكسيون دينا والمحددات ديالها والمواقف اللي كان ناخدوه شنو الأسباب دياله وعلى شخدينها وتكون عندنا الوضوح التام في جميع القضايا المجتمعية التي تهم المواطن آخر نقطة هي الاستحقاق الاستحقاق عبر ديمقراطية داخلية لم يغيطوك خسيم يمكنش اليوم يخص أي شاب والمناضل يخصوه يتحمل المسؤولية والتعطال ويتحمل المسؤولية بنفسين ديمقراطي ولكن عن طريق الاستحقاق ماشي واحد معمره ما كان هنا ويجي تحمل مسؤولية تمثيلية ولا تنظيمية في ضربين إلى المصار والدينامية والصيرورة اللي يمكن تكون عند مناضل داخل الحزب إذن هذا الإطار العام اليوم بوتا ماركين نهار 7-8 سعود المناضلات والمناضلين بالخصوص أعضاء المجلس الوطني اللي غادي سيتم منتخبهم للتصويت على الأمير العام عندهم بروفايلات مختلفة هما لهم القرار كيفاش بغاوا الحزب يشوفوا خطة وكيفاش بغاوا يدفعوا به المغربة لأن الصورة الأمير العام هي صورة معبيرة وهي اللي يمكن ستجيبوا على الكثير من الأسئلة وأنا الهم دي الأول والآخير هو الدفاع لمكانة الحزب في مقدمة المشهد الحزبي هذا هو الأصل في الترشح ديالي فيه نوع من المسؤولية نعرف إن الحزب محتاج اليوم الوحد البروفيل للأمير العام لتجاوب مع نبضات المجتمع فيه جزء من الاعتراف على أساس أنني كنت أعتبر أنني راتي منتوج ديالها تجريبة وكذلك فيه طموح شخصي لأن أعتقد أنه اليوم أنا مؤهل لتدبير المرحلة المقابلة لحزب الأصل والمعاثرة تنظيميا سياسيا وانتخابيا واللي قالوه المناضلات والمناضلين وأعضاء المجلس الوطني مرحبا به والأهم عندي هو نخرجوا من المؤتمر موحدين مشيغين نمشيوا المؤتمر وكل واحد يشتغلوا من الموقع دياله وشكرا جزيلا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لاشين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديروا جام الموقع إحافة على شبكات التواصل الاجتماعي